اهلا بكم في شرح مادة الدراسات الاجتماعية لسنة 3 عدادي الترمي الاول اول حاجة عايزين نعرفها في مادة الدراسات الاجتماعية هي اجزاء المنهج اول حاجة في اجزاء المنهج ان المنهج بتاعنا اربع وحدات واحدتين جغرافية وواحدتين تاريخ اول واحدة عندي في الجغرافية هي الجغرافية الطبيعية للعالم تاني واحدة جغرافية سكان العالم تالت واحدة في التاريخ هي مصر تحت الحكم العثماني والواحدة الرابعة مصر والزحف الاستعماري ومحاولات التحرور الوطني اول حاجة معانا في الواحدة الاولى ان هي متأسمة لتلات دروس الدرس الاول قررت العالم بالنسبة للموقع والمساحة والدرس التاني تدريس العالم والدرس التالت المناخ والنبات الطبيعي في العالم دلوقتي هنبدأ الدرس الاول معنا وهو قرات العالم بالنسبة للموقع والمساحة اول حاجة عندي ان الارض عبارة عن ماء ويابس واليابس مكون من قرات والكل قرات مجموعة من السمات الخاصة بيها اول حاجة اليابس بيشغل 29.3% من مساحة القرات الارضية وبيتشكل في القرات السابعة اللي هم اسيا ودي اكبر القرات في العالم ومساحتها اربعة واربعين واتنين من عشرة مليون كيلو متر مربع بعد كده افريقيا تلاتين وتلاتة من عشرة مليون كيلو متر مربع بعد كده امريكا الشمالية اربعة وعشرين واتنين من عشرة مليون كيلو متر مربع وامريكا الجنوبية سبعتاشر وتمانية من عشرة مليون كيلو متر مربع بعد كده القررة القطبية الجنوبية وليها مسمى تاني وهو انتراكتكا اتناشر وتلائة من عشرة مليون كيلومتر مربع وبعد كده اوروبا عشرة وخمسة من عشرة مليون كيلومتر مربع بعد كده استراليا سبعة وتمانية من عشرة مليون كيلومتر مربع واستراليا هي اصغر كارات يبقى عندي اسيا اكبر كارات العالم واستراليا اصغر كارات العالم بعد كده هندخل على الحاجة التانية وهي الماء الماء هو الواخد النصيب الأكبر من مساحة الأرض عشان بيشغل 77.7% من مساحتها ومعظمه بيتمثل في المحيطات عندي مثلا المحيط الهادي ده أكبر المحيطات ومساحته 166 مليون كم مربع المحيط الأطلنطي 86.5 مليون كم مربع بعد كده المحيط الهندي 73.5 مليون كم مربع بعد كده المحيط القدبي الجنوبي 19.5 مليون كم مربع وآخر محيط هو المحيط القدبي الشمالي وده أصغر المحيطات 14 مليون كم مربع يبنى عندي اليابس في أكبر قارة وأصغر قارة أكبر قارة اللي هي أسيا وأصغر قارة اللي هي أستراليا عندي الماء بيتمثل في المحيطات عندي أكبر محيط هو المحيط الهادي وأصغر محيط هو المحيط القدبي الشمالي المعلومات دي صغيرة ولكن هي مهمة جدا وبيركز عليها في الامتحان دي قريطة العالم الخريطة زي ما احنا ما شايفين هي متقسمة لمجموعة من القارات زي ما اتفقنا عندي هنا قارة أسيا بعد كده قارة أوروبا عندي هنا أفريكيا وعندي هنا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا المحيطات هنا عندي محيط هادي هنا المحيط الهندي هنا أطلانتي وهنا برضو هادي فعندي هنا هادي وهنا هادي ليه؟ علشان الأرض عندي بتأخذ الشكل القروي فعشان كده هنلاقي إن المحيط الهادي موجود هنا وموجود هنا بعد كده هنقسم قارات العالم ديت لحاجتين قارات عالم قديم وقارات عالم جديد ايه هي قارات العالم القديم هي أسيا وأفريكيا وأوروبا وهي قارات العالم الجديد أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا والقارة الكتبية الجنوبية بعد كده هندخل بقى على تعريفين مهمين جدا الموقع الفلكي والموقع الجغرافي لقارات العالم ايه هو بقى الأول كده الموقع الفلكي؟ هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض والموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة للأماكن الأخرى زي البحار محيطات قارات ودوائر مجاورة أول قر عندي النهاردة هناخد فيها الموقع الفلكي والموقع الجغرافي هي أكبر قارات العالم اللي اتفقنا إن هي قارة إيه؟ قارة أسيا قارة أسيا الموقع الفلكي لها إن هي تمتد ما بين دقيرتين عرض واحد وتمانين شمالا وعشرة جنوبا وما بين خطي طول 26 درجة شرقا ومية وسبعين درجة غربا طب الموقع الجغرافي لقارة أسيا قارة أسيا عندي بيحدها من الشمال المحيط الكتب الشمالي وبيحدها من الشرق المحيط الهادي ومن الجنوب المحيط الهندي يبقى أسيا بيحيط بيها المحيطات من ثلاث جهات شمالا شرقا جنوبا وفي الغرب قارة أوروبا والبحر المتوسط والبحر الأحمر نجي كده نشوفيه الكلام ده على الخريطة قادي قارة أسيا معانا اهي بيحدها من الشمال المحيط الكتبي الشمالي ومن الغرب المحيط الهادي ومن الجنوب المحيط الهندي ومن ناحية الغرب عندي أفريقيا وقادي أوروبا أسيا بتفصلها عن أوروبا جبال اسمها جبال الأورال وعن أفريقيا البحر الأحمر وتقترب أسيا من أفريقيا عند ماضيك هنا فيه سؤال مهم جدا أسيا بتقترب عند أفريقيا عند ماضيك ايه؟ عند ماضيك باب المندب وبتتصل بيها عند شبه جزيرة سيناء وتقترب أسيا من أمريكا الشمالية عند ماضيك بيرنج وتقترب أسيا من قارة استراليا عند جزر أندونيسيا طيب فيه مجموعة حاجات بتميز أسيا عن أي قارة تانية ايه هما؟ إن هي فيها أكبر بحر مغلق في العالم وهو بحر جزوين وجود الكثير من أشباه الجزر زي شبه الجزيرة العربية وشبه جزيرة الملايو وعندي قصرة الجزر القريبة من سواحلها يعني عند الساحل فيه جزر قريبة قوي زي جزر اليابان وجزر الفلبين واليابان والفلبين نخد بالنا إن دي دول جزرية وجزر أندونيسيا يجي هنا بقى تعريف مهمة قوي وهو إيه هي الدولة الجزرية؟ هي الدولة اللي بتتكون من جزيرة أو أكتر أو ممكن تكون جزء من الجزيرة تانية حاجة كارة أفريكيا كارة أفريكيا الموقع الفلكي لها إن هي تمتد ما بين دقيرتين عرض 37.5 شمالا و34.5 درجة جنوبا وما بين خطي طول 51 درجة شرقا و17 درجة غربا الموقع الجغرافي الأفريكيا عندي هنا في الشمال أوروبا واللي بيفسل أفريكيا عن أوروبا هو البحر المتوسط يبقى في ناحية الشمال بيوجد البحر المتوسط لأفريكيا تاني حاجة في الشرق عندي المحيط الهندي والبحر الأحمر وفي الغرب عندي المحيط الأطلانتي تتميز أفريكيا بحاجة مهمة جدا وهي قلة الجزر ومن أهم الجزر دي جزيرة مضغشكر وجزر القمر كارة أوروبا هي تالت كارة معنا وهي الموقع الفلكي لها أول حاجة بتمتد ما بين دقائرتي عرض 36 و71 شمالا وبنخطي طول 66 شرقا 25 غربا غرب أيسلندا الموقع الجغرافي لقارة أوروبا هي من الشمال يحطها المحيط الكتب الشمالي هنا وفي الشرق قارة أسيا هنا وفي الجنوب البحر المتوسط وغربا المحيط الأطلانتي اللي بيميز كارة أوروبا إن هي تعرج السواحل وقصرة الجزر ففي سؤال مهمة قوي هنا ما النتائج المترتبة على تعرج السواحل وقصرة الجزر في كارة أوروبا؟ هنقول له ساعد على قصرة المواني الطبيعية إيه هي المواني الطبيعية؟ المينة اللي بتقف فيها السفينة كارة أوروبا هي من أكثر الكارات اللي بتتميز بوجود المواني دي عندي رابع كارة هي أمريكا الشمالية الموقع الفلكي تمتد ما بين دقيرتين عرض سبعة ونص للتمانية وتلاتين شمالاً وبنخطي طول عشرة ومية تمانية وستين غرباً الموقع الفلكي لقارة أمريكا الشمالية إن هي من الشمال عندي المحيط الكتب الشمالي هنا وفي الشرق المحيط الأطلنطي وفي الغرب المحيط الهادي من الجنوب الشرقي هنا البحر الكاريبي وخليج المكسيك أدي خليج المكسيك أهو وازي البحر الكاريبي أهو كارة أمريكا الجنوبية الموقع الفلكي تمتد ما بين دقيرتين عرض اتناشر شمالاً وستة وخمسين جنوباً وما بين خطي طول خمسة وتلاتين درجة لواحد وتمانين درجة غرباً الموقع الفلكي لكارة أمريكا الجنوبية أول حاجة عندين هي بتاخد شكل مسلس وفي الشمال بيحدها البحر الكاريبي هنا وفي الشرق المحيط الأطلنطي هنا أهو وفي الغرب المحيط الهادي كارة أستراليا الأوكيانوسية الموقع الفلكي لها تمتد ما بين دقيرتين عرض 10 و44 جنوباً وبين خطي طول 113 و178 شرقاً الموقع الجغرافي الكارة أستراليا في الشمال بيحدها بحر أرافورا وده بيفصلها عن جزر أندوناسيا هنا وفي الشرق المحيط الهادي هنا وفي الجنوب وفي الغرب المحيط الهندي وأستراليا بتضم مجموعة من الجزر مهمين جداً زي نيوزلندا الشمالية ونيوزلندا الجنوبية وتسمانيا بجانب مجموعة من الجزر الصغيرة موجودة فين الجزر الصغيرة دي؟ في المحيط الهدي أدي جزر نيوزلندا وأدي جزيرة تسمانيا الكارة القطبية الجنوبية أنتراكتيكا الموقع الفلكي هي بيتمور بأطراف الدائرة القطبية الجنوبية 66 وخمسة من عشرة جنوباً وتمتد حول القطب الجنوبي 90 درجة جنوباً مما ترتب على إن هي أصبحت متجمدة وغير مأهولة بالسكان الكارة القطبية الجنوبية معروف عنها إن هي كارة شديدة البرودة الموقع الجغرافي لها هي تمتد أقصى جنوب الكارة الأرضية يعني هي موجودة في أقصى الجنوب وبيحيط بها المحيط الكطبي الجنوبي من كل الجهات بس بقى الكارة القطبية الجنوبية فيها مجموعة من الأبحاث لبعض الدول وبعض مراكز البحوث وفي المناطق متقسمة ما بين عدد من الدول طب الدول دي إيه اللي خلها إن هي تروح وتعمل بحوث في الكارة إن هي بترجع بمجموعة من المصالح لها والدول دي عندي زي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا وبكده خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة اللي حاب أقوله إن الدرس فيه معلومات كتير والمعلومات لازم تتحفظ لأن هي مهمة جدا أولا في الخريطة ومهمة جدا في الاختيارات أو الأكمل فلازم نأكد جامد قوي على كل معلومة من المعلومات دي ما ينفعش نسيب معلومة أو نشوف إن هي مش مهمة لازم نذاكرهم كويس ونحل تأمرينات كتير عليهم ولو في أي سؤال في الدرس تقدروا تسألوا استنوني الدرس الجاي اشتركوا في القناة